تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وقد تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 360 قضية مونية بمضبطات أكثر من 120 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 52 طن سلع غذائية وفي مجالي عدم الأعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 32.5 من الأطنان أما في مجالي الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 19 طن دقيق مدعم وسكر تمونية وفيما يتعلق بقضايا المخابز تم ضبط 409 من القضايا من بينها 63 قضية خبز ناقص الوزن و116 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر